البارحة كان حافب باب السيدة اليوم يحكم أو ما يدري الأرض صدا وين أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة التغيير أحييكم أطلالة جديدة وبرنامج من بغداد عندما كنا نقول أن العراق دولة مفلسة أو أنه سوف يتحول إلى دولة مفلسة لأن عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوز الثلاثون بالمئة وأكثر منهم هم الذين يبحثون عن فرص عمل وتحت عنوان عاطلون عن العمل ونصف هذا الرقم هم من حملة الشهادات العليا ماجستير وبكالوريوس ودكتوراء هذه النتيجة هي نتيجة طبيعية أن تحصل ولا مغالات حينما نقولها ولا تجني عن أحد أو على أحد لأنها ركام وتراكم لسياسة أشرف عليها شياطون شياطين ينتمون إلى قوى سياسية هي اشتغلت بمنهج الفرهود بوق يمعوى الدبوق تحت مبادئ وشعارات الحصة ومبدأ التوازن فلذلك كان نتاجاً طبيعياً أن يحصل الذي نمر به وعلى مدى سنوات طويلة في هذا المكان وفي غيره صرت مثل الشعرة النهار كلها عد وصف ها لأولاد هان بوغنة ها أخوان هذا الملف ها أخوان إفلان باق ها أخوان إفلان نهب ها أخوان ترى صارت هنا ولا أحداً منهم يكترث أنا مؤمن أن الكل كان يسمع والكل كان يعرف والكل كان يدرك والكل كان مشارك لكنه لا يتجرأ أن يفتح هذا الملف أو يحاسب ذلك الذي يسمونه مسؤول والفاشل والسارق واللص ليش لأن ظملي وظملك وعندما تتحدث وبأرقام مخيفة يتحدث بها معنا شرفاء وخيرون وقلوبهم على العراق كنا نتأمل وننتظر من اللجان اللي هاية تارس الدنيا بالعناوين أنا شيل التليفون على القناة وعلى صاحبها وعلى المسؤول اللي يطلع تقول له بلى زحمة عليكم ابعثونا الملف وابعثونا التفاصيل وابعثونا الضيف وابعثونا الحلقة لأنه البارح المسؤول الفلاني ما نام ليلة سودة علي اقشعر بدنه عندما يسمع المليارات هنا والمليارات هناك والبلد ما بي شارع والبلد ما بي هيبة والبلد ما بي كرامة والبلد ما بي فلوس والبلد ما بي قانون والناطور نايم واحنا دي للول يا الولد يا بني دي للول اش وكت يقعد الرئيس واش وكت يقعد المجلس واش وكت يقعد البرلمان واش وكت تتقرر النزاهة واش وكت تنفتح الملفات ولما تنفتح الملفات يتفقون بياناتهم يقل لهم اخوان ترى طلعت ريحتها خلونا نودينا الشام واحد للقضاء وخلونا نفتح الملفات وانسكت شوية من الناس ولكن لكم اقول ان سياسة انتصاص النقمة لشعب ثائر غاضب زعلان والله ستزيد النقمة نقمة عليكم لست متشفيا ولكنني اقسم انني ناصح وقلناها واستهانيتوا بيها وقلناها واستهانيتوا بيها او شنو شنو ناس ما اعتها تحت خط الفقر هذا المصطلح الاقتصادي الذي يعني انه معدل دخل الفرد الف والمليارات تتطافر عشرين مليار هنا ثلاثين مليار هنا خمسين مليار هنا مئتيين مليار هناك ثلاث ميت مليار هناك وليس انا اقوله قصة الله انا مقير انتو تقولوها مسؤوليكم قالوها الدولة تقول بس ليش ليش ماك واحد يلزم عصاته ويلزم مقواره ويلزم الفاسد من رأسه ويقول له تعال انفضحنا اتخزينا ما ظلت عدنا قيمة ما ظلت عدنا كرامة ما ظلنا خطر رجع مع اشعبنا لسنا مسؤولين على ان نتحمل اخطاء الاخرين لا الغلطان يتوب ولا تشبيري حاسب ولا زغيري يتعب زين الحلوين والناصرية طاقة ومو بس الناصرية راح اتطق في مكانات اخرى اخوان ارحموا انفسكم اما نحن فتعودنا على الضيم هاي الناصرية اللي شوفونها اليوم البياء الكتل هاي ساحة الطيران بعاتي تشهد اخوان اللي كنتم بالمعارضة بلندن ما كنتم تدرون والله ابن الناصرية كان يشتغل هنا بالمصدر بالعمالة وبالصيف ايناه بغرفة درجة حرارة خمسين وعلى بنكة على مولي يجمعوا الشمدينار يوديه اللهلة والولد هاسه صارت ما شاء الله انا ما حافظ انذني المدرش يسمون هنا الفلل والقصور واليختات البارحة البارحة كان حافب باب السيدة اليوم اليوم يحكم او ما يدر الارتس دوان او ما يدر الارتس دوان او ما يدر الارتس دوان او ما يدر الارتس دوان